السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حنعمل هادي الوردة الملفوفة كيف حنعمل هادي الوردة الملفوفة من هذا الشكل لاحظي هي عبارة عن بالطول حنشتغل سلاسل وحنشتغلها اذا انا اللفها بهاي الطريقة حنشوف كيف طريقة العمل مع بعض اول حاجة حنشوف كيف بالبترون حنشوف هنا بيقول لي لعمل الزهرة بنشتغل كم سبعة وعشرين سلسلة زائدا تلاتة معنا انحنا حنعمل كم تلاتين سلسلة عملنا تلاتين سلسلة هاي تلاتين سلسلة قل لي ثم نعمل عمود في الغرزة الرابعة انا عندي هنا هاي التلاتة العمدة اقرب شوي هاي لاحظي هاي واحد اتنين تلاتة اللي زودناه مش قال لي سبعة وعشرين زائدا تلاتة هاي حنشتغل العمود في الغرزة الرابعة ثم عمود في الغرزة نفسها الرابعة ثم سلسلة واترك سلسلة من السطر الاول ثم هعمل في السلسلة اللي بعدها كم عمود تلاتة عمدة لاحظي اهي واحد اتنين تلاتة ثم اعمل سلسلة واترك هنا سلسلة اشتغل في السلسلة اللي بعدها التالية تلاتة عمود بلفها وهكذا الى نهاية السطر يعني اترك سلسلة في السلسلة اللي بعدها هعمل ثلاثة عمدة هعمل سلسلة ثم اترك سلسلة من السطر اللي قبل وأعمل ثلاثة عمدة وهكذا الى نهاية السطر طيب في السطر الثاني الدور الثاني ايش بيقول لي الدور الثاني بنرتفع سلسلتين اهو نرتفع سلسلتين ثم هنشتغل عمود في نفس السلسلة الاولى هذي هذا العمود هنشتغل فوق السلسلة أيني سنشتغل سلسلتين ثم عمود بلفة في العمود هنا عندما نターج عمودتين ثم زمت عمود بلفة ثم زمت سلسلتين ونقر بغرزة منزلقة أي كيف الشكل هذا سلسلتين عمود بلفة عمودين بلفة عمود بلفة سلسلتين غرزة منزلقة بعد الغرزة المنزلقة نقر سلسلتين عمود بيلفة عمودين بيلفة عمود بيلفة سلسلتين ونقفل بغرزة منزلقة وهكذا الى نهاية السطر حنشوف مع بعض الخطوات اول باول اما نستخدم عليزة بهار او هستخدم تستخدم ينتشر القطن هذه الخيوط قطنية حلوة بتكون الوردة نامعة وحلوة هنبدأ بسم الله انا عندي هنا قليل من الخيل هقدر استخدم هذا خيط عليزة بهار هقدر اسوي السلاسة طبعا هستخدم ابرة رقم كم ثلاثة اهي هذي هستخدم هاي رقم ثلاثة هنبدأ بسم الله اول شي هنعمل اللفة هادي الاولى اللي هنعمل هو الرقطة يلا هنبدأ السلسلة كم قلي سبعة وعشرين سلسلة زائدا تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هنا وصلت الى سبعة وعشرين سلسلة سبعة وعشرين قللي زائدن تلاتة اذا واحد اتنين تلاتة غايد حين صار عندي تلاتين هالف الخيط حول الابرة وهعمل عمود بلفة لف الخيط واروح عند رابع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة عند رابع سلسلة هدخل الابرة الف الخيط واخرج صار عندي تلات لفات الف الخيط واخرج من تنتين والف الخيط واخرج من تنتين اذا هذا العمود التاني اذا التلات سلسل هاي تعتبر العمود الاول ثم العمود التاني هذا رقم اتنين الآن قللي تلات اعمدة اذا اسوي عمود بلفة وادخل في نفس السلسلة هادخل في نفس السلسلة هذا العمود التاني اذا كم عندي عمود تلاتة اعمدة اول تلات سلسل عمود ثم عمود ثم عمود صار تلات عمدة الآن قللي اعملي سلسلة اعمل سلسلة واترك من هنا سلسلة هاي السلسلة التانية هذه السلسلة اتركها اشتغل فين في التاني اذا هذه لاحظي هذه هاتركها ترك ثم اشتغل في التاني يعني هذه اتركها وهذه اشتغل فيها ادخل والف الخير واخرج اعمل عمود واحد هذا الاول اعمل عمود تاني اثنين ثم عمود تالت الآن سلسلة وين اشتغل اترك هذا السلسلة اشتغل في السلسلة اللي بعدها كل مرة اترك سلسلة واشتغل في السلسلة اللي بعدها الى نهاية السطر قللي اعملي كم ثلاثة عمودة واحد اثنين ثلاثة يلا اشتغل اعملي سلسلة اترك هاي السلسلة اشتغل في السلسلة اللي بعدها هاي الف الخير هاي السلسلة اتركها ادخل في السلسلة اللي بعدها واعمل كم عمود ثلاثة عمودة واحد اتنين ثلاثة الى نهاية السطر الى نهاية عندي الخير الى هاي السلسلة الان باقي لي اخر سلسلة هعمل سلسلة ثم ثلاثة عمودة في اخر سلسلة خلاص وخلصنا الدور ثلاثة عمودة واحد اتنين ثلاثة الان حبدأ الدور التاني الدور التاني ايش بيقولي بيقولي اعملي سلسلتين واحد اتنين ثم اعمل عمود بيلفة فين في نفس اول واحد حين انا عندي ثلاثة عمودة صح لاحظي انا عندي هنا ثلاثة عمودة العمود الاول هشتغل فيه عمود العمود الثاني هشتغل فوقه عمودين والعمود التاني هشتغل فيه عمود وهكذا الان هاي السلسلتين ثم عمود هنا في اول واحد عمود بيلفة هاد العمود الان عمودين في اللي بعده واحد اتنين في نفس السلسلة ثم عمود في اخر واحد هذي تمام الان اسكن السلسلتين واعمل ادخل هنا مش فيه فراغ هذا اللي قبلها منا سلسلة ادخل في هذا الفراغ اعمل غرزة منزلقة الان اعمل سلسلتين ثم عمود والاول ثم هنا عمودين ثم عمود الثاني حامل عمودين ثم اعمل عمود ثم ازكب ثم ازكب بسلسلتين اذا هي العملية عبارة عن بثلات اول حاجة سلسلتين هاي السلسلتين ثم عمود فوق هذا العمود ثم عمودين فوق هذا العمود الثاني ثم عمود فوق العمود الثالث ثم سلسلتين واسكر بغرزة منزلقة وهكذا حين ارتفع سلسلتين هاعمل فوق هاي البتلة عمود ثم عمودين ثم عمود ثم سلسلتين واسكر بغرزة منزلقة نعيد مرة تانية الخطوات عشان تثبت الان سلسلتين اعمل عمود بلفة بعدين الخطوة اللي بعدها عمودين بلفة واحد اثنين ثم عمود بلفة خلاص اكتملت البتلة صح الان اعمل سلسلتين واسكر اسكر كيف بغرزة منزلقة كيف الغرزة منزلقة بس ادخل داخل اخرج واخرج من اللفة التانية هادي الغرزة المنزلقة الان ارتفع سلسلتين اعمل عمود بلفة ثم عمودين واحد اثنين ثم اعمود في الغرزة اللي بعدها ثم سلسلتين واسكر في الغرزة منزلقة الى نهاية البتلات كلها هتلاحظي انه العمل يلتف معاك ويصير على شكل حلزون حنشوف لان خايت الدور عندي الان اخر البتلتين اعمل دي حين سلسلتين قلنا الغرزة وغرزة عمود بلفة ثم في الثانية عمودين بلفة ثم في الثالثة عمود بلفة ثم سلسلتين وادخل في الفراغ بغرزة منزلقة اخر بتلة سلسلتين عمود بلفة بعدين عمودين بعدين اخر شي عمود بلفة وايش اخر شي سلسلتين ادخلها هنا ما في فراغ صح ادخل هنا ادخل هنا في اخر عمود بغرزة منزلقة اعمل لفة ولاحظي اعمل تقريبا خيط طويل عملي بحيث هذا الخيط حنستفيد منه في الخياطة اقص طبعا انا عملت هنا السلسلة خلاص اشد الان عندي الشكلين للف عندي هذه حلفها بشكل وهذه حلفها بشكل نشوف مع بعض عندي الان هذا الامام صح هاجي الف بهذا الشكل الف الف وحوالين بعضها الخيط الزايد الشكلة هذي اللفة الاولى هذي ملمومة على بعضها طبعا واخيط هنا حط الخيط في الابرة واخيط من الخلف انتبه وانا اخيط لاحظي تعير ميدور اول شي اثبت هذه ثم من النص اثبت 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 طبعا خلاص هذي الخيط هتقدر تقصي لانه ثابت عندك لاحظي من النص الى الخارج بس في الظهر بعدها اجي ادخل في النص هنا بس ورزتين اثبت ها من بتن واحد بعدين اثنين بس عندي ثابت الوردة اقص اي خل زايد طبعا بس اعمل عقدة لاحظي ادخل والف هنا واحدة ثانية اعمل عشان يثبت معايا على الاستخدام الوردة ماء تتخرب او تفلت معاي البتلات بهذا الشكل هذه الوردة الاولى الوردة الثانية كنا احنا في الامام صح هذا الامام هاي كان الامام بيبان عندك الامام طبعا وهذا الخلف تمام الآن هشتغل على الخلف ما هشتغل على الامام هلف هشتغل على الخلف بهذا الشكل بتكون الوردة كيف شكلها بس حتشوفي الشكل انها حتكون هذيك كانت مضمومة لبعض بس ادخل هذا الخيط الى داخل هذيك مضمومة هذي شكلها وردة متفتحة حلوة شوف الفرق الفرق في البتلات تشكيلة البتلات انا اللي اخترتها على هذا الشكل لاني اخترت اللف عن طريق الظهر لاحظي الفرق بين التين تين هذي منفوفة على بعض هذي مفتوحة على بعض انت تختاري وردتك على حسب اللف اللي انت لفتين هذي لفيتها على الوجه فطلعت بهذا الشكل هذي لفيتها على الظهر فالبتلات لاحظي طالعة لبرة فكأنها زي وردة او روز شكلها حلو حلو كثير طبعا في العمل هذي تصلح هذي الوردات هذي تصلح مثلا انا بسويها بتلبيسة القلم هذي الوردات اما هاي التشكيلة بحطها في غلفة المصاحف بيكون شكلها حلو ومرتب بس اخيطها من الخلف هنا داير ميدور اخيطها واثبتها معي وتحطي هنا خرزة كريستال او لولو اثبتيهم تطلع عندك الوردات الجميلة من شغل يدك تزيني فيها اي حاجة من شغلك تلبيسة كوب تلبيسة مصاحف اشوف تطبيقاتكم وعملوا لايك وشاركوا اي واحد يحب الكورشي عشان يتعلم هذي الوردة الحلوة خطوة بخطوة جزاكم الله خير ومع السلامة اشتركوا في القناة